السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير والتفاؤل والأمل والمحبة والحب والجمال والصفاء والنقاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا احنا دخلين على الشهر اللي بيملة الدنيا كلها بركة وبتحتفل الدنيا كلها بنا ربيع الأول شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكرر اللقاء بفضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهالي صباح الخير صباح التفاؤل صباح البشاشة صباح كل حاجة جميلة صباح مولانا اللقاء يتجدد بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإحنا عايزين نعرف كده بما إننا الشوائع ابتدت تتجمل والدنيا ابتدت تبتهج بقدوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايزين نعرف البشائر اللي يعني ربنا بشر بيها الأمة الإسلامية بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله الذي شرفنا وجعلنا من أمة سيدنا محمد الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة وبمناسبة أننا اخترنا العنوان للحلقات شكرا رسول الله فالنبي علمنا عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث من أسدى إلينا معروفا يعني إذا شخص إذا إنسان مسلم أسدى إليك معروف يعني تقول له جزاك الله خير فالنعمة العظمة هي التي منى الله علينا ببعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلذلك أحببنا أن نقول شكرا رسول الله شكرا رسول الله نورت دنيانا شكرا رسول الله كنت نعم القائد والمعلم شكرا رسول الله يا سيد المتواضعين شكرا رسول الله علمتنا توحيد الله شكرا رسول الله جئتنا بدين الإسلام العظيم شكرا رسول الله جئتنا بمكارم الأخلاق شكرا رسول الله يعني انتماؤنا لك فقر انتماؤنا لك عز شكرا رسول الله فمحاسن الأخلاق إن جمعت فليست غير سطر في كتاب محمدي ونفائس الأزهار إن نفحت فليست غير عطر من عبير محمدي فلتسمع الدنيا فقلبي قد شد فخري بأني عاشق لمحمدي فلتسمع الدنيا فقلبي غرد فخري بأني قادم لمحمدي فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله هو حبيب الله فلو بدأنا أولا نريد أن نعرف عن من نتكلم يعني كما ذكرت أنه خلاص اقترب علينا يعني قرب علينا شهر ربيع الأول شهر ربيع الأزهر الأنور الأعطر الأكرم كل ذلك لأن هذا الشهر تشرف بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فسيدنا محمد هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن مضر ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو النبي قال لا ترفعوني فوق عدنان يعني إلى عدنان هذا متفق عليه بين كل أهل السير والتاريخ أما ما بعد عدنان فحصل فيه اختلاف فالنبي قال لا ترفعوني فوق عدنان فهذا نسب طاه شريف لا مرية فيه لو نظرنا بعض العلماء لما تكلموا عن قصة المولد النبوي الشريف وكثير من العلماء ألفوا إن شاء الله سنتطرق بعد ذلك في الحلقات القادمة إلى مشروعية الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ونبين بعض الأشياء التي تثار بعض الشبه التي تثار من تحريم الاحتفال بالمولد أو إحياء ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك هذا سنفرد له حلقة إن شاء الله تعالى فقال بعض العلماء من من ألف في قصة المولد النبوي الشريف لما حملت آمنات برسول الله حملت به أول ليلة من شهر الرجل عشية الجمعة أول ليلة من شهر الرجل وكانت السيدة آمنة وأنا أتعمل أقول السيدة آمنة لأن بعض الناس والعياذ بالله كفروا أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنادا على بعض أفهامهم الخاطئة وأبوي النبي كان من أهل الفترة وما كنا معذمين حتى نبعث رسوله والسيدة آمنة هذه المرأة الطيبة الطاهرة الولية أم نبينا عليه الصلاة والسلام لما حملت بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها وكانت إذا جاءت إلى بئر لتستقي منه الماء كان يصعد الماء إلى رأس البئر حتى لا تمين إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تسمع تسبيح الملائكة فذكرت ذلك لزوجها عبد الله فقال لها هذه كرامة للمولود الذي في بطنك يعني معناه أن له شأن عظيم صلى الله عليه وسلم فورأت في المنام رأت شجرة عليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة قد على نورها على الكل قالت فبينما أنا ناظرة إلى حسنها وجمالها واشتعالها قالت إذ وقعت في حجري في الرؤية فلما ذكرت ذلك لزوجها عبد الله فقال لها قمي بنا إلى خليفة بن عتاب هذا الرجل كان يفسر المنامات فقال لها قمي بنا إلى خليفة بن عتاب حتى يفسر لك هذا المنام فلما ذهبوا إليه قال لها الشجرة هي إبراهيم الخليل والنجوم هم أبناؤهم من الأنبياء يعني إلى سلالته قال والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل هي نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم وقد حملت به يا آمنة بسم الله مصر الله فبشرت به ويوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت العجائب والغرائب كل ذلك دليل على أنه حدث أمر عظيم في هذه الليلة ألا وهي؟ أي من الأشياء التي حصلت أن إيوان كسرة يعني قصر كبير تبعا كسرة هذا اهتز حصلت له رجة وسقطت منه أربع عشرة شرفة يعني الشبابين قالوا هذه دليل على نهاية ملكه بعد ذلك لما فتحت الروم وغاصت بحيرة بحيرة ساوة هذه في العراق صحيح فجف فيها الماء كأنه لم يكن بها ماء وخمدت نار مجوس وكانت لم تخمد قبل لم تنطفق قبل ذلك بألف عام صحيح يعني حصلت العجائب والغرائب في يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بل قال العلماء أن السيدة آمنة لما حان وقت بروز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وسلم كان عبد المطلب قد خرج إلى البيت لأنه كان هو مسؤول عن البيت الحرام فكان قد خرج إلى البيت وكان أغلق على آمنة الباب خوفا عليها من طارق يطرقها فقالت فأخذتني يعني حصر عندها خوف لأنه قالت فلما أحسست بالذي في بطني يريد النزول قالت ولم يعني يذكر بعض الذين ألفوا في المولد النبوي الشريف قالت فأحسست بالعطش قالت فإذا أنا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأحلى رائحة من المسك الأزفر الأزفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم وإذا بالبيت قد امتلأ علي يعني بأصوات ولغات مختلفات قالت وبينما أنا كذلك أحسست بالذي في بطني يريد النزول ولما نزل لما انفصل عليه الصلاة والسلام من بطن السيدة آمنة رضي الله عنها رضي الله عنها لما انفصل من بطنها لما وقع نزل ساجدا على ركبتي نقص هنا لأن معنا تليفون ماذا يا ممو علي تفضلي يا فندم ماذا ألو ألو أيوة تفضلي يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أكلم فضلت الشيخ لو سمحت تفضلي يا فندم مع حضرتك أنا ممكن أن أسأل حضرتك سأل يعني لما كنم اديه حد أمانة ويعينها علي ويرجع أنه مش يرضى يدهالي حقاية ما ينضيش يدهالي أنا تعافي وكده يرجع يتنكر أنه وخط عميني لأ عفوا لا السود مش واضح معليش قرر لي في سؤال تاني أن أنا يعني أنا أديت حد أمانة يعين عليها تمام ديت معناها اللي بعديها حضرتك سألات تيب وهو مش رضي يدهالي ناكر أنه أخدها مني تمام أنكر خالص أنه أخدها منك أيوة وديت أغلطة يعني أجرى عليها الديت ياسين يعني لأنا بسماء النص يعني لحد بيأخذ من حد حاجة ومش بيرجعها بيقر عليها الديت ياسين تمام يا فندم هنرد على حضرتك هو قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كمان نتكلم عنه عن صفاته صلى الله عليه وسلم كان يلقب بين قومه حتى قبل بعثته بالصادق الأمين بل كان كفار قريش يحاربونه ومع ذلك يحفظون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفونه أنه لا يقوم وحتى في ليلة هجرته متار يعني تارضوه وأخرجوه ومع ذلك أبقى سيدنا علي على الأمانات حتى يرد الأمانات إلى أهلها يعني ينبغي علينا أن ننظر إلى مثل هذه الأخلاق المحمدية يعني ننظر إليها نلتزم بها نعمل بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم فالإنسان ينبغي عليه أن يتق الله عز وجل فإذا اتق الله فلا يأكل أموال الناس بالباطل يرد الأمانات إلى أهلها هذا الإنسان ينبغي عليه أن يرد الأمانة إلى أهلها ولو أنه استطاع في الدنيا بفصاحته أو بقوته ونحو ذلك أن ينكر ما عنده ولكن عند الله لا تخفى خافية عند الله تجتمع الخصوة ده الشق الأولاني من السؤال الشق الثاني هي كانت بتقول أنها تقرأ عدية ياسين هو قديما كان بعض الناس يعني هي عدية ياسين اللي هي سورة ياسين سورة ياسين وذكر أن سورة ياسين لما قرأت له ورد في الحديث ياسين لما قرأت له فكان في الماضي كان إذا مرض المريض كان يجتمع أربعين رجلا ممن يعني يظن فيهم التقوى والصلاح وكانوا يقرؤونها مثلا على نية شفائه فكان يبرأ بإذن الله تعالى المريض من ذلك المرض هذا هو يعني هي يجوز أنها تعمل كده لإرداد الأمانة هي تكلمه تخاطب الإنسان الذي أخذ منها الأمانة تذكره بالله حتى يرض إليها هذه الأمانة أو تلجأ إن كان معاها مثلا شهود ونحو ذلك لها أن تلجأ إلى القضاء حتى يرض لها أمانتها ولذلك الإسلام علمنا أن مثلا الإنسان إذا تدين بدين ونحو ذلك فليكتبه حتى لا ينكره أو حتى إن مات يستطيع أن يرض أمانته وأن يرض دينه الذي عند هذا الشخص صحيح أفدك الله يا مولاني نرجع بقى الموضوع قالوا لما وضعت السيدة آمنة لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل جاثيا على ركبتيه رافع رأسه إلى السماء لماذا؟ لأن السماء قبلة الدعاء مهبط الرحمات مسكن الملائكة أما الله سبحانه وتعالى لا يسكن مكانا لا يحده مكان ولا يجري عليه زمان سبحانه وتعالى كذلك يعني كما ذكرنا إنه من الآيات التي ظهرت لمولده عليه الصلاة والسلام قلنا ارتجس إيوان كسرة والقصر والشرف وسقطت منه أربع عشر شرفة أربع عشر شرفة وخمدت نار فارس ولم تخم قبل ذلك بألف عام وجف ماء بحيرة ساوة هذه في العراق فكل ذلك دليل على لأنه كل ده كان معروف من الأدلة من العلامات على ولادة النبي عليه الصلاة والسلام على ولادة نبي آخر الزمان حتى إنه ورد أنه اليهود في المدينة لما ظهر نجم كان معروف إنه هناك نجم سيظهر صحيح أنكم تردت نعم كانوا عرف أن هناك نجم سيظهر في السماء هذا النجم معروف أنه نجم نبي آخر الزمان إذا ظهر فمعناه أنه ولد نبي آخر الزمان سبحان الله يعني يا مولينا هم مقتنعين نعم لذلك الله قال يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم ولكن برضو حربوا حربوا الدين العناد والكبر هذا سببه العناد والكبر فاليهود كانوا ينتظرون أن يكون نبي آخر الزمان منهم فلما ظهر هذا النجم وقف حبر من أحبار يهود على جبل في المدينة وصار يصرخ بأعلى صوته لقد ظهر نجم أحمد لقد ظهر نجم أحمد والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك لما ولدته السيدة آمنة قالت خرج معه نور عظيم أضاء لها قصور بصرة في الشام هي في المدينة وقصور بصرة هذه في الشام في بلاد الشام فحتى رأت أعناق الإبل فمن هنا العلماء قالوا استدلوا على أن هذه كرامة حصلت للسيدة آمنة الله خرق لها العادة وده دليل آخر على أنها مؤمنة يعني اللي كانوا بيكذبوا وبيكفروا أعوذوا بالله أم أبو رسول الله هو ورد للإمام أبو حنيفة قال أبوي النبي ما مات كافرين والإمام الصيوطي له كتاب ولكن بعض المطابع لما طبعت حذفت ما فقالوا ماتا لا هو النسخة الخطية موجود فيها ما مات كافرين والصيوطي له كتاب في نجاة أبوي النبي عليه الصلاة والسلام يكفينا قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هذا يكفي طيب فيه ناس كتير بتسأل عن الحكمة أن رسول الله يتربى يتيما فهل هذا إجلال لما بعد عشان نهتم بالأيتام أكتر هذه فيها شيء أنه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك النبي قال يعني أنا قال أنا وكافر اليتيم كهاتين وأشارة بالسبابة والوسطى يعني معناه في منزلة قريبة منزلة عظيمة فهذه يعني الإنسان إذا نظر إلى اليتيم ويحن عليه ويحسن إليه ويكرمه النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه عبد الله وهو أمه كانت حامل فيه بل أيضا من البشائر إنه السيدة آمنة لما حملت بالنبي كانت ترى في كل شهر من شهور حملها كانت ترى نبيا من الأنبياء رأت أسياننا آدم وشيث وإدريس ونوح وموسى وعيسى كانت تراهم فكل واحد منها يبشرها بولادة النبي هذا يقول لها أبشر يا آمنة فقد حملت بسيد البشر والآخر يقول لها أبشر يا آمنة فقد حملت بفخر ربيعة ومضر من ينشق له القمى ويسلم عليه الحجر والشجر إلى غير ذلك حتى في آخر شهر الولادة رأت سيدنا عيسى عليه السلام فقال لها أبشر يا آمنة فقد حملت بالنبي الأمين وإنك ستضعينه في هذا الشهر حتى سمعت هاتفا يقول لها إذا وضعطيه فسميه محمدا فإنه ستحمد عقباه ومعنى محمد أي كثير الحمد صلى الله عليه وسلم وهذا من أشهر أسمائه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والخاتم ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي المرحمة والشاهد والبشير والنذير صلى الله عليه وسلم نستوقف بقى عند أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم طه وياسين طه وياسين فيه اختلاف عليهم كبير هو بعض الأمع قالوا أن طه هذه صفة وبعض قال هو اسم الله صلى الله عليه وسلم يعني لا ضير يعني ما فيش ضرير أو ضرر بعض قالوا هو صفة لأن بعض قالوا طه أصلها طأها لأن ورد كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقوم الليل كان يقف على قدمه ويرفع الأخرى يعني من شدة عبادته لله عز وجل فنزلت الآيات طاها هذا في قول بعض المفسرين يعني طاها وبعض قال هذا اسم الله صلى الله عليه وسلم لكن الأشهر يعني يعني كثير من العلماء لم يذكر لم يذكرهما في ضمن الأسماء لكن في تفسير قرآني يعني أنا طبعا لا أفقه أكتر من حضرتك ولكن مجرد يعني تخميل في سورة ياسين أو الآية ياسين ما أنزلنا عليك والقرآن الحكيم لك الطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يعني فبعض من ذلك قلنا بعض قال هو اسم الله صلى الله عليه وسلم يعني خطاب له طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وياسين والقرآن الحكيم ارتبط اسم ياسين بالقرآن والقرآن منزل على سيد الخلق أجمعين نعم كمان أيضا من الأشياء العظيمة التي حصلت لمولده عليه الصلاة والسلام أن إبليس رن رنة عظيمة أصدر صوتا عظيما يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه حجب عن أمر السماء وكذلك سائر الجن ما استطاعوا أن يصلوا حجبوا عن أمر السماء وكذلك كمان إبليس رن رنة عظيمة حين أخرج من الجنة ورن رنة عظيمة حينما نزلت الفاتحة صورة الفاتحة كل ذلك دليل على شأن هذه الأمور كمان وسمعت الهواتف البشارة بالظهور الحق يعني بالظهور ولادة النبي عليه الصلاة والسلام عام ولادة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر العلماء على أنه عام الفيل وحصلت فيه القصة الشهيرة أنه كان في ملك الحبشة كان اسمه إبراها هذا الملك يعني لما سمع أن هناك بيتا في مكة الناس تقصده من كل فجر فقال لم أنا لا أعمل شيئا الناس يأتون إليه ويقول بالفعل أنه عمل نعم عمل شيء يشبه الكعبة بيتنا الذهب ونحن ذلك ثم دعا الناس إليه فلم يأتي إليه أحد فقالوا له إنك لن تستطيع يعني أن يأتي الناس إليك حتى تهدم الكعبة حتى لا يذهبون إليها فجاء بجيش عظيم وكان في مقدمتهم الفيلة إذلك سورة الفيل صحيح فكان في مقدمتهم الفيلة وكان كلما مر يعني على قبيلة خرجت لمقاتلته فيغلبهم حتى جاء إلى البيت الحرام قبل أن يدخل عند البيت الحرام الفيلة ما تحركت وقفت في مكانها يحركونها إلى جهة الشام إلى جهة المدينة إلى أي جهة أخرى تتحرك فلما يحركونها إلى جهة مكة تقف لا تتحرك يضربونها يفعلون بها ما يفعلون ثم بعد ذلك الله أرسل طيرا أبابيل يعني كانت في حجارة كانت تنزل عليهم حجارة صغيرة تنزل على كل واحد حتى أبادهم الله سبحانه وتعالى سبحانه الله إن البيت له رب يحمي طيب نتكلم بقى عن طفولة صلى الله عليه وسلم طبعا ما كان شطف لعادي كان عليه الصلاة والسلام كان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة صلى الله عليه وسلم وقد قيل في مولده عليه الصلاة والسلام ولد الحبيب ولد الحبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الوجه هذا الأوحد هذا جميل النعتي هذا المرتضى هذا جليل الوصف هذا أحمد قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد ولد الحبيب ومثله لا يولد صلى الله عليه وسلم وكان في كفالة جده عبد المطلب ثم لما توفي جده عبد المطلب أوصى به أبا طالب عمه أبا طالب اللي هو أبو سيدنا علي فكان يهتم به وبأموره وتوفيت أمه عليه الصلاة والسلام وهو ابن ست سنين وكانت في المدينة وهي راجعة إلى مكة توفيت بمنطقة يقال لها الأبواء هذه في الطريق بين وكة والمدينة فتوفيت فدفنت هناك ثم النبي كان وهو راجع من المدينة مر على منطقة الأبواء قال فاستأذنت ربي في زيارة قبر أمي وأيضا هذا دين على أنها كانت مسلمة لأن الله نهى المؤمنين أن يقفوا على كبور المشركين صحيح فقال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذنني فزارها ووقف عليه الصلاة والسلام عند قبرها وصار يبكي حتى أبكى من حوله من الصحابة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبرك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كده يعني إحنا خدنا مراحل الولادة والطفولة نطلع فاصل وناخد نفسنا ونرجع نكمل فاصل ورجعنا لكم تاني ورجعنا لكم تاني وأنا حابة أبدأ عودتنا بأنشهودة جميلة جدا من المنشد يحيى وصل صديقنا عزه الله يا رب أنشهودة اسمها واشوقاء واشوقاء صلى الله عليه وسلم فأنا حابة أسمعها مع حضرتك ونسمعها مع مشاهدينا الكرام نسمع الأنشهودة ونرجع نكمل حديثنا طيب إحنا في حاجة بس قبل الأنشهودة حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم برضو عن موضوع مهم جدا ألا وهو حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يقال النبي الأمي يقال يعني بعض العلماء أجازوها أن عشان ما يكونش حد لي فضل على رسول الله أو يقول أنا من علمت رسول الله ولكن الله عز وجل من علمه النبي عليه الصلاة والسلام الله قال النبي الأمي ورد في القرآن ومعنى النبي الأمي كما قال علماء التفسير يعني كان لا يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء تمام ولكن هذا في حقه عليه الصلاة والسلام معجزة كبيرة لماذا؟ هو الذي علم المتعلمين وكان أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس لهجة صلى الله عليه وسلم فهذه يعني في جانب النبي عليه الصلاة والسلام تشريفه وكامل كما ذكرت وأيضا لماذا يعني ما روي عن النبي أنه كان قبل بعثتي أنه ما كان يذكر الشعر ولا يتكلم به حتى لا يقال عنه أنه كان يكتب الشعر أو يقول الشعر أو نحو ذلك كل ذلك إعجازا للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا النبي الذي بعثه الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء لذلك في صرح الحديبية لما سيدنا عليه قال لما قال من محاذة معاهد عليه محمد رسول الله فقالوا له اعترضوا على هذه الجملة فالنبي قال للكاتب أمحوها فقالوا لا أمحوها تأدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي قاله أين هي فمحاها عليه الصلاة والسلام بيده قال إني عبد الله ورسوله ولكن حتى يبرم معهم هذا الصلح الذي أبرمه معه فهذه يعني مزية له عليه الصلاة والسلام يعني هذا النبي الذي كان لا يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء مع ذلك هو الذي علم المتعلمين وهو الذي حث الناس على العلم وعلى أن يتعلموا ما ينفعه في دنياهم وأخرى صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت أول آية نزلت على سيدنا محمد نعم إقرأ نعم صحيح بغى الحراء لما نزع عليه سيدنا جبريل عليه السلام قاله إقرأ فقال ما أنا بقارئ صحيح ثم ضمه إليه فقاله إقرأ ثلاث مرات وضمه في الثالثة ثم قاله إقرأ باسم ربك الذي خلق صحيح ولكن هنا ارتدف رسول الله ويعني الوحي ورده لا كانت أنا لقدام شوي ماشي أكيد هنا لشدة الرهب أمر الوحي أمره عظيم صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لما ينزل عليه سيدنا جبريل بالوحي يعني كان يجد رجاله لذلك شدة عظيمة لذلك في الإسراء أول مرة لما كان عنده حليمة السعدية وبرضا هنرجع الأمر بطلق بعضيها لما كان عادت العرب أنهما كانوا يربوا أبناءهم في البادية لأنه ده أحسن لصحتهم ونطلعوا أقوياء للفصاحة ونحن ذلك فكانت تأتي من بعض مثلا من قبيلة بني بقي ونحن ذلك كانت تأتي النساء وينظرنا مثلا إذا كان طفلا يأخذونه حتى يرضعونه ويحصلون على الهدايا ونحن ذلك فكانت كلما مرت امرأة بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون أنه يتين فيقولون نحن جئنا حتى نحصل على الهدايا من قومه ونحن ذلك وهو يتين من الذي يعطينا حتى جاءت السيدة حليمة السعدية لما جاءت أول مرة وكانت حتى لما أتت مع القوم كانت على أتان لها يعني ذلك الحمارة وكانت هزيلة ضعيفة فلما أتت أول مرة رأت النبي عليه الصلاة والسلام فحن قلبه إليها حن قلبها إليه صلى الله عليه وسلم ولكن هي تريد من يعطيها من يغضق عليها بالهدايا فتركت وذهبت ثم لما عادت ما وجدت غيره صلى الله عليه وسلم وها هناء يعني هنيئا لها هنيئا لها بهذه العطية العظيمة فأخذته عليه الصلاة والسلام ثم ضمته إلى صدرها وكان ما كان ينزل اللبن فأول ما ضمت النبي إلى صدرها نزل منه اللبن من ثديية ثم وهي في طريقها راجعة الأتان التي كانت معها يعني كانوا يقولون لها يعني إلحقي بنا حتى جاءتها متأخرة عن القوم صحيح وفي الرجوع سبقتهم أولها كانت أول الرقل فقالوا لها أهذه الأتان التي كنت أتيت بها ارفقي بدوابنا كل ذلك من بركاته عليه الصلاة والسلام بل كانت لما أخذته حليمة السعدية ونزلت في قبيلتها يعني وكانت أغنامها كانت هزيلة فلما نزل النبي يعني فتحت عليها البركات ونزلت عليها الأرزاق حتى أن أغنامها كانت تتفتق من كثرة اللحم حتى أن الذين كانوا قاربين منها يقولون لغلمانهم يعني اذهبوا ارعوا في الأرض التي يرعى فيها ترعى فيها أشياء حليمة بسم الله ماشاء الله أنهم بيقتضوا بيها كمان أنه روحوا من مكان الأغنام بتعيتها بترعى فيه وتأكل فيه حتى تسمن دوابنا بسم الله ماشاء الله كل ذلك من بركات النبي عليه الصلاة والسلام وأول مرة لما شق صدره الشريف لما أرجعه نزل سيدنا جبريل وأرجعه وشق صدره وأخذ منه علاقة وهي حظ الشيطان ثم غسله بماء زمزم ثم أعاده كما كان ذلك أيضا من الإرهاصات والأمور العظيمة التي تدل على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وحيح لأن النقطة دي كان فيها جدال برضو نعم كل ذلك لماذا؟ من أجل أن يقوى جسده بعد ذلك على تلقي الأوامر والنواهي لذلك كمان في المرة الثانية لما شق صدره ليلة الإسراء والمعراج لا ده دي بقى قصة تانية لا دي بس ولكن هنا ليه شق صدره حتى وأمي وملئ إيمانا وحكمة وقوة حتى يقوى على تحمل المشاهد العظيمة وتحمل الأمور العظيم إنه طلب عليه الصلاة والسلام من سيدنا جبريل أن يصعد معه فقال إذا صعد لا لا هو لذلك لما رأى سيدنا جبريل لما رآه على صورته الحقيقية ورآه سادا عظم خلقه ما بين الأفقين يعني ما بين الأفق يعني عظيم جدا لكن في هذه المرة لم يغمى عليه لماذا؟ لأن قلبه إزداد قوة ويقين وثباتا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طيب نشوف الفيديو طيب نشوف الفيديو وشوقا لرسول الله إحنا عايزين نتكلم سريعا لأن الوقت أخدنا وطبعا يعني ما فيش أجمل من كده وقت صلى الله عليه وسلم طبعا عصود الله شب ونشأ وذي هو يعني هو أولا وأخيرا بشر فطبيعي أنه كان لازم يتزوج ونعم بالأكيد صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أن الله أوحى إلى سيدنا آدم لولا محمدا ما خلقتك ولا خلقت الجنة ورواه الحاكم في المستدرك معناه أي خلقت الدنيا لأظهر محمدا صفوتها وشرفها صلى الله عليه وسلم بل من شرفه سيدنا آدم عليه السلام يكن في الجنة بأبي محمد صلى الله عليه وسلم شريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أحب الخلق إلى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ورذلك ربنا تكرم أمة محمد عن سائر الأمم لذلك أول الأمم دخول إلى الجنة بعد الأنبياء هي أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أول الأنبياء دخولنا إلى الجنة هو سيدنا محمد ثم بعده الأنبياء وأول الأمم دخولنا إلى الجنة هي أمة سيدنا محمد وهي أكثر أهل الجنة ورد في الحديث أهل الجنة مائة وعشرون صفة ثمانون صفة من هذه الأمة سلام ما شاء الله طب ما بالك بقى بزوجات رسول الله يعني إذا كان ربنا إصطفانا وكرمنا ما بالك بقى بزوجات رسول الله هنيئا لهم نتكلم عنه سريعا الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أولا ينبغي أن نبين شيء ما هي الحكمة من تحدد النبي لما عدد الزوجات وهذا له حكم خاص أنه كان له أن يجمع بين تسع نساء في وقت واحد هذا له حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس لغيره هذه من الأحكام الخاصة برسول الله والحكمة من ذلك ليس لأنه كان معلق القلب بالنساء أو زي والعياذ بالله بعض الأشخاص يقولوا أنه كان نسونجي والعياذ بالله لا هذا ليس صحيحا بل هناك حكم شرعية في يعني من وراء هذا الحكم ألا وهي أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون في بيته فلما يكثر النساء ينقلنا أحواله عليه الصلاة والسلام فالسيدة عائشة تذكر السيدة حفصة تذكر السيدة زينم بنت جحشة ومسلمة وغيرهم يذكرنا أحواله الباطنة وأحواله التي كيف يكون في بيته عليه الصلاة والسلام فيذكرنا ذلك وينقلنا الأحكام للنساء وتكثر كذلك أيضا المصاهرة بين قبائل العرب فيحصل الألفة والمحبة والتواد إنه هذا صهنا هذا نسيبنا ونحو ذلك فيحصل التواد والتآلف والتحاب بالمصاهرة والنسب ونحو ذلك وكمان هؤلاء النسوة يعني أمهات المؤمنين كل واحدة كانت من قبيلة فكل واحدة كانت تعلم نساء قبيلتها فيزداد العلم وتزداد المعرفة ونحو ذلك وتظهر الأحكام كذلك أيضا لما تزوج سيدة عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق تقوية الصحبة والأخوة لما تزوج بنت أبي بكر وتزوج سيدة حفصة كذلك لتقوية الصحبة بين سيدنا أبي بكر وبين سيدنا عمر بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوج سيدة فاطمة أهلي عليه لأ أنا عايزة أقف عند السيدة عائشة عائشة نديها عليها جدال كبير جدا احتم لنا النقطة دي هل هو فعلا رسول الله يعني تم كتب الكتاب زي ما بنقول هو عندها تسعة سنين هو العرب قديما هذه ما كانت عيب عندهم صحيح وهذا كان أمرا مشهورا عندهم صحيح أنه وكانت يعني وكمان النساء في الماضي ليست كأيامنا هذه فكانت يعني البنت لما تصل إلى سن معين مثل هذه السن فكانت تكون يعني إذا بنية قوية ونحو ذلك ليست مثلا كبنات اليوم صحيح ونحو ذلك فهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد عليها لما عقد على السيدة عائشة وتزوجها فهذا ما كانت منقصة وما كانت وما كان شيئا عيبا عند العرب في ذلك الوقت صحيح لأنه بعض الناس المشكلة أن بعض الناس يقيس ما يحصل في أيامنا على الماضي لا الزمن يختلف لذلك لما بيذكر مثلا أنه الإنسان لما المفتي أو لما يفتي في مسألة بيراعي مثلا المكان بيراعي الأعراف بيراعي الأمور والبيئة ونحو ذلك ليه لأنه تعلق بهذا الشيء ناخد الموضوع بحيثيات نعم لها حيثيات كتيرة يحتاج لدراسة من نواحي عدة فالنبي عليه الصلاة والسلام دام بعض الحكم في سبب تعداد الزواج كذلك أيضا فأول زوجة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام هي السيدة خديجة رضي الله عنها وهي أول من آمنت به من النساء بل لو نظرنا إلى السيدة خديجة يعني ننظر كيف تكون المرأة مع زوجها لما رجع إليها وقال لما نزل عليه الوحي وقال زملوني زملوني فالسيدة عائشة السيدة خديجة ماذا عملت استقبلته قالت والله لا يخزيك الله أبدا فإذا هو الوحي الدافع فقالت والله لا يخزيك الله أبدا وجعت تعدد له محاسنه إنك لتصل الرحيم وتكرد ضيف وتعين على نوائب الحق إلى غير ذلك فقالت له لا يخزيك الله أبدا كذلك أيضا السيدة خديجة كان عمره أده خمسين سنة وهو كان عمره خمس وعشرون سنة صلى الله عليه وسلم فده كمان يدين دليل على أي شيء أنه لم يكن معلق القلب بالنساء بل هذه لحكم فلما تزوج أول امرأة كانت سيبة السيدة خديجة وكذلك أيضا يعني شوفي يعني يقول عن السيدة خديجة كان كل ما ذكرها كان يحن إليها صلى الله عليه وسلم فكان يقول إني رزقت حبها الله كان يقول إني رزقت حبها بل ذات مرة إحدى نسائي قالت له قد أبدلك الله خيرا منها فقال والله ما أبدلي الله خيرا منها صدقتني حين كذبني الناس بل كان من محبتي للسيدة خديجة كان إذا دخلت يعني امرأة من صديقات خديجة من صويحبات خديجة فيقول أفسح لها المجلس إنها من صويحبات خديجة وكان إذا ذبح شاتا كان يأخذ مثلا قطعنا من اللحم يقول اذهبوا بهذه إلى فلانا فإنها من صويحبات خديجة وكان يعرف لها يعني فضلها وحقها حتى بعد وفاتها صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني إحنا وقتنا مرشة في سرعة فأنا عايز أقولك بجد مولينا يعني فيه كمال حديث ورد في الحديث حب بإلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني معناه أي جعل فيه الميل الطبيعي لزوجاتي من غير يتعلق قلبي لذلك لا دا موضوع تعيني بأي لأننا وقتنا خلص فبقد يعني أنفعك الله نذكر الزوجات بسرعة تزوج خديجة ثم تزوج حفصة ثم زينب بنت خزيمة ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم تزوج رسول الله جويريا بنت الحارث ثم تزوج أم حبيبة ثم تزوج إصر فتح خيبر صفية بنت حيي بن أخطب ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وهي آخر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده كلهم كانوا من خديجة إلا إبراهيم كان من ماريا صلى الله عليه وسلم أفيدك الله بعلمه كما أفدتنا بعلمك بقد والله يقول لنا أنا أشكر حفظك الله عظم قد رجاه محمدي فأنا له فضلا لديه عظل في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلم وتسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد انتظرونا إن شاء الله الحد القادم وتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري أستوداكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة